السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا مع شعر السلام واتكلمنا في حلقات سلام في العشر الأوائل عن ازاي نحية في سلام المعاملة مع الله وكان شعرنا زي ما كنا اتكلمنا وانتو عارفين البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ودخلنا على السلس الثاني اللي كان رجانا فيه ان احنا ندخل الجنة بس ما ندخلش الجنة لوحدنا ندخل الجنة واحنا بنحيا بسلام نعمة العلاقات مع الناس في اعتقاد كده عند الناس خلونا نقف معاه شوية موجود بين الأحبة الحبايب في البيوت ما بين الأولاد ما بين الأزواج ما بين الأصدقاء ما بين الناس ان علامة الحب علامة الحب المتفاني اللي واصل لآخر درجات الحب ان كل المسافات بين الحبايب بتزول فهل محو كل المسافات ممكن يخلينا نعيش مع بعض في سلام هنا بقى هو ده السؤال هو ده المحك لما تزول المسافات عن نعيش في السلام في العلاقات في شيء مهم جدا في علاقاتنا مع أحبابنا اسمه الحدود يعني ايه الحدود يعني مهما كان مهما كنت قريب من حبايبي إلا إن في مسافة هتفضل مسافة هتحافظ بيها على خصوصيتي وباسون فيها خصوصيتهم وما فيش سلام حقيقي ممكن نعيش به مع أحبابنا إلا بالسلام اللي عن الكلم عنه النهاردة اللي هو سلام الخصوصية ليه بقى يبقى فيه خصوصية ما بين الأحباب لأن من غير حدود الخصوصية الإنسان بيدوب في حبايبه أو يستعبد حبايبه يعني يمتلكهم يعني والاتنين قفات كبيرة إن هو يدوب أو يستعبد قفات كبيرة بتفسد العلاقات اتكلمنا في حلقة سلام الاتتزان وقلنا إن أي علاقة لازم تكون فيها نفع يعني قيمة مضافة لأطرفها لو اختفت القيمة المضافة لأطرفها ما حدش بيستمر في العلاقة فلما الحبيب يعتبر إن هو أنا وحبيبي واحد أنا وحبيبي روح وحدة في جسدين هل بكده هيقدر كل طرف يبقى قيمة مضافة في حياة التاني اللي جابها لأ ففكرة أنا حبيبي وحبيبي أنا من غير أي ما سفد ده مش شكل من أشكال التفاني في الحب وعلى فكرة اللي بيقولوا كده بيجدبوا لإن في لحظة من اللحظات شاءوا أو أبوا في لحظة من اللحظات بيتوجعوا وبيتضيقوا وبيقولوا أنا زهقت لكن الإخلاص والتفاني الحقيقي في المحبة هو إن كل واحد يقترب من حبيبه ويشارك معاه تفاصيل حياته لكن مع مراعاة واحترام مساحته الخاصة مساحته خاصة إن أنا أحافظ على حدود الخصوصية بينه وبينه بحيث يقدر كل واحد فينا يضيف لحياته لحياة التاني شيء حقيقي بأريحية اتعلمنا في سلام الخصوصية حاجات كتيرة بس أهم مصدر اتعلمنا منه سلام الخصوصية هو أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراع الخصوصية فين مش بيراع الخصوصية بيراع الخصوصية مع كل حد بيتعامل معاه فكان يراع الخصوصية مع زوجاته صلى الله عليه وسلم فيتعامل مع زوجة بخلاف تعامله مع زوجته الأخرى ويراع خصوصية كمان كل صاحب من أصحابه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم راع خصوصية سيدنا عثمان رضي الله عنه فمر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على بئر أريس واللي بيروحوا يزوروا مدينة عارفين البئر ده فدل صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر وكشف عن ساقيه فدخل علي سيدنا أبو بكر وحضرته صلى الله عليه وسلم على نفس حالته بي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وبعدها دخل سيدنا عمر وحضرت النبي على نفس حالته بعدها استأذن سيدنا عثمان ولاحظوا أنه دخل دخل واستأذن سيدنا عثمان فإيه اللي حصل فحضرت النبي غطى ساقي فسألوه الصحاب كيف فسألوه الصحاب أنت عملت كده ليه مع أنه دخل أبو بكر ودخل عمر وما عملتش كده إيش معنى لما دخل عثمان فعلت هذا حضرة النبي قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يعني إيه حضرة النبي راعة خصوصية سيدنا عثمان ممكن سيدنا عثمان لو قاء حضرة النبي على هذه الحال يمشي لأنه يخاف أن حضرة النبي قاعد في حالة خاصة ما يحبش حد يكون مع ما وجود فيها فعدم اعتباره الخصوصية ده بيخلي العلاقة إيه اللي حاصل تتحط في دبوس إبرة تتخنق ويتخنق الناس اللي جواه لذلك ورد في الأثر أحبب حبيبك هون ما يعني لازم أنا بأفهم هذا الأثر يعني احبب حبيبك وخلي فيه خصوصية صحيح احبب حبيبك بهدوء وما تبلغش في سواف التوقعات بس كمان يتفهم كمان أن أنت تحب حبيبك كمان مع احترام الحدود والخصوصية يعني لازم يكون في حدود في علاقتنا ما فيش علاقة من غير حدود هذا وهم هذا شيء من الخيالة هذا عبث ومن الأثر اللي بتحصل لما الواحد يدوب في حبيبه تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل أو يمتلك حبيبه أنه يعتبر أنه من حقه أنا آسف وده بقى اللي بيوجعنا عشان كده بنتكلم على هذا السلام إزاي بقى القلوب بتتوجع لما السلام الخصوصية دي فالواحد لو حسن حبيبه أنه هو وحبيبه شيء واحد يحصل إيه بقى؟ يعتبر أنه من حقه يتلصص عليه ويتجسس عليه سواء شريك حياته كان أولاده وأصحابه زوجاته الأزواج من بينه من بين بعض أو يعتبر أنه من حقه أنه يعمل إيه؟ أنه هو يكربن حبيبه يعني يكربن حبيبه يخلي حبيبه كربونة نسخة من الكربون من أفكاره ومن أمنياته ويتضايق جدا وأوقات ما يسمحش أنهما يكون ليهم أي أفكار خاصة بالعكس ممكن يعمل الكلام ده في أحلامهم ويخليهم يملكوا أحلامه هو الزوبان والامتلاك دول بيفسدوا أي علاقة عشان بتكون بيئة خصبة لشيء مشهور قوي قوي عارفينه الناس دي اسمه الابتزاز الإنساني ففكرة عليك أن أنت تتنازل عن كرمتك ساعات وعن أسرارك في مقابلة الحب ده نوع من أنواع الابتزاز الإنساني لازم تبقى فيه كرامة واحترم كرامة قدامي وخصصيته والابتزاز في العلاقة يخليها ملهاش معالم لأن فيه حد بيستوفي حقه والتاني ملوش حق فيه اللي يحصل فيحس أنه هو مهدر ومهمل ويحس أنه هو بيستهلك في العلاقة دي وساعات بيحس أنه بيتزلي في العلاقة دي المشكلة اللي اللي بيدوب ويتماهى في أحبابه هم أكتر الناس اللي بيتوجعوا من ألام الخزلان بعد كده وساعات مش بعد كده على فكرة ساعات أثناء العلاقة نفسه هو منتظر أنه لما داب في حبيبه حبيبه يدوب فيه فيلاقي أنه بيدوب في حبيبه بس إيه اللي حصل حبيبه بيوقفه عند حده في كتير من الأحيين أنا عارف أنه في بعضكم بيقول لي أنت بتوصف حالي بالزبط أنا صح؟ معنا جايين عشان نوصف أحوالنا بالزبط الشخص ده لا يمكن يكون حاسس بسلام حاسس دايما أنه بيستهلك وحاسس دايما أنه في إيهانة وحاسس أنه مش متشاف فيه ناس كتير عايشين بمبدأ كده اسمه إيه أعطي حبيبك كل حياتك وبعدين كل واحد في الآخر يحاسب التاني على الفواتير الأديمة كلها ويقول له فلان خزني لأنه وإداله كل حياته اللي بيدوب في حبيبه أو بيمتلكهم بيعتبرهم وسيلة للتعويض على فكرة وبيتحولوا إلى آداء إلى آداء وآلاء في إيديه وممكن الشخص بعد ما يحولهم ويعتمد عليهم إيه اللي حصل؟ تحاول الشخص إلا شخص اعتمادي عنده اعتماد نفسي نفسي مش اعتماد كمان في الفلوس اعتماد نفسي وده الأخطر يبقى عنده اعتماد نفسي على حبيبه ويحس إن أمانه في وجوده فسعاد ما يخلوهش يتحرك إلا في الأماكن اللي هو ومن غيره يحس إن هو مهدد وسعاد لو بعد عنه يحس إن هو تكسر وتهد عشان كده الزوبان في أحبابنا وامتلكهم بيعرضنا لتلات حاجات التلات حاجات دولة أخطر من بعض أول حاجة بيطرد لها الإنسان لما يكون في حالة الزوبان في حبيبه أو المتلكهم أول حاجة الهوان الإنسان اللي بيعيش دائب في أحبابه من جواه حاسس إن هو هش ما يقدرش كل واحد ضعيف لو حبيبه اختفى يتكسر يبقى لا شيء الحاجة الثانية الانشغال لما الإنسان يعطي كل حياته ووقته كله لحبيبه زي فترات الخطوبة مثلا بيحصل في فترات الخطوبة تلاقي إيه الخطيب بالخمس ساعات والست ساعات بيتكلمه مع بعض وعاديين يروحوا وييجوا مع بعض حياة كلها عايشنا مع بعض يدينه كل حياته طب ده يعمل إيه إحنا قلنا المشكلة التانية للانشغال يعمله إيه يبواز له ميزان حياته ويبواز له أدواره ومسئولياته وتتأثر لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال لنا إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لضيفك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعطي لكل ذي حق حق فلو خدت حياتك وديتها لحد أنت ظالم وأول حد بتظلمه نفسك فلما تعطي حياتك كلها لحد أنت ظلمت نفسك ويمكن كمان ظلمت الآخرين الحياة الثالثة توقف حياته على اللي هو تعلق به كأنه بيعطى الحياة تماما ويصبح بلا إرادة لذلك دايما بيقول حياتي دايما أنا بقول للناس حياتي لا تتوقف على أحد لأن حياتي ملك الأحد حياتي أنا ملك الأحد سبحانه وتعالى في لذلك إذا كانت حياتي ملك الأحد فلا تتوقف على بقاء أحد أو زوال أحد لأن أنا دايما ماشي بأن الباقي معك ما ودعك أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيسبكش وعشان كده في حاجة مهمة جدا 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 لازم نحافظ عليها وإذا ما حافظناش عليها هنفقد السلام اللي هو سلام الخصوصية إن الواحد يحس إنه عنده نفس عنده حياة عايش لأنه هو لو ما عملش كده وما حصلش على سلام الخصوصية بيحس إن حياته ما لهاش وجود إيه اللي اللي لازم نحافظ عليه ده اللي أنا أعرفه بعد الفاصل ألقاكم بعد الفاصل ونكمل مع سلام الخصوصية رجعنا لحضراتكم ولسه مع سلام الخصوصية وفي حاجات لازم تفضل موجودة عشان الإنسان يحس بسلام الخصوصية سلام الخصوصية ده بيحس الإنسان إنه هو مش منتهك إنه هو ما بيتعداش عليه لزيك بقاء المسافات والحفاظ على الخصوصية بيجعل الإنسان في كرامة ويجعل الناس قادرين يتبادلوا يرسلوا ويستقبلوا بيجعل التواصل حقيقي ويجعل الناس فعلا حاسين بوجودهم إحنا عندنا أشكال كتيرة جدا من سلام الخصوصية عشان نقدر نعرف إزاي نقدر نمارس سلام الخصوصية ده أول نوع من أنواع سلام الخصوصية خصوصية التصريح والتكتم يعني إيه الكلام ده يعني كل واحد كل إنسان من حقه في العلاقة إنه هو يتكتم على أمور حابب يحتفظ بها نفسه زي أسراره زي علاقته بربنا أنتو مش سمعين حديث رسول الله سلم حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله وما أن فقط يمينه إذا كان هو نفسه هيخفي ده عن نفسه فازاي يبقى من مقتضيات المحبة إن أنا أهدر خصوصية التكتم دي زي زمته المالية على سبيل المثال مش من حق حق أي حد يعني تبه نفسه إنه بحبه لشخص لازم يكشف له عن كل أسراره وتبقى علامة محبته إنه قد إيه بقى واقف عاري قدامه ما عندوش أسرار ويبقى هو عارف عنه كل حاجة ولازم كمان نرب أولادنا على القيمة دي قيمة التكتم زي فما فيش أي حاجة تخص الأسرة نقولها للناس لكن اللي إحنا شايفينه ده إنه يبقى ظاهر مفهوم أنا بسميه مفهوم الأسرة شير الأسرة كلها موجودة على السوشيال ميديا ده بيهدر خصوصية الأسرة وبيخلي الأسرة للأسف معرضة لأخطار كتيرة ومن أهمها أختار عدم الاحترام النوع الثاني من الخصوصية خصوصية اسمها خصوصية الاختيارات في الحياة مهما كانت العلاقات على فكر مهما كانت علاقات قوية وعلاقات متدخلة مش معنى ده إن حق حد إنه يتسلط على اختيارات التاني في الحياة حتى من الأباء وأولادهم ولا الأولاد عندهم حق في إنهم كمان يجبروا أباءهم على اختيارات معينة ولا الأباء يعملوا كده مع أولادهم ولا إنهم يفسدونهم تفضلاتهم ويحطوا تفضلاتهم مكان تفضلات أولادهم النوع الثالث من الخصوصية خصوصية المسئولية وهو إن الإنسان لازم يعتاد على تحمل مسؤولية تحامل مسؤولية لازم يعتاد على تحمل مسؤوليته ما يتحملش مسؤولية مسؤولية الآخرين بدل منهم لازم هم يتحملوا مسؤوليتهم ولا إن ده عدم مراعاة الخصوصية دي اللي هي خصوصية المسؤولية زي فكرة إني عشان بحب أولادي أقوم بمسؤوليات عنهم دي فكرة مفسدة للشخصية بتقتل ثقة الأولاد بنفسهم وبتدوبهم وتخليهم مش قادرين يكونوا بناء أدمين أسوياء لأن مسئوليات أولادنا ده جزء من خصوصيتهم اللي بتساعدهم على نضجهم وتنقلهم في الحياة في مراحل محترمة وباتزان وعندنا حاجات بتأثر على خصوصية المسئولية جدا لما الزوج ما يتحملش المسئولية المادية مثلا ويعتمد في أغلب الأحيين على أهله في الإنفاق فيسمح لهم بالتدخل والتحكم وفرض القرارات والسيطرة في بعض الأحيين وده أظن كلنا مشاهدين إزاي بيفسل العلاقات بشكل كبير ما بين الزوجين في ناس بقى هتحس إن الخصوصية دي بتقلل من محبة وكمان مش بتقلل من محبة بس بتقلل من ثقة الناس في بعضهم أقول لهم الكلام ده كده الكلام ده مش حقيقي وكلام ده بنقوله إحنا بس عشان في بعض الأحيين عايزين اللي قدامنا ينتهي خصوصيتهم عشان ما يبقاش شايفين نفسهم علينا بالعكس الخصوصية بتزيد المحبة والثقة بين الناس فخلي فيه في حياتك مبدأ إن احترام خصوصيتك وخصوصية أحبابك يزيد من محبتهم ليك ومحبتك ليهم طب إزاي بقى نعيش بقى تجربة العيش بخصوصية الإيه بسلام الخصوصية خلينا أقول لكم بس سلام الخصوصية ده بيخلي الإنسان حاسس إنه هو مش لازم طول الوقت يفسر نظراتي اللي قدامه هو نظر له باحترام ولا مش باحترام ومهدد ولا مش مهدد هو حاسس إنه هو عنده سلام واقف في مساحة آمنة ولذلك أول حاجة عشان تاخد تجربة دي ادي مساحة آمنة لحبابك إنه هم يمرسوا خصوصيتهم من غير ما تضغط عليهم وتضيق عليهم يعني اديهم فرصة إنه يعملوا منشاط لوحدهم اديهم فرصة إنه يبقى عندهم أصدقاء جدد اديهم فرصة إنه هم يوسعوا حياتهم وعشان كده تاني حاجة انت بقى نوع مصادر ساعدتك في الحياة علاقتك بأسرتك بأسرتك الممتدة الأصدقاء الرياضة اللي بتمارسها إن انت تطور موهبتك إن انت تشارك في الأنشطة التطوعية إن انت كمان تساعد الناس إن هم يتعلموا حاجة كل ده هيعمل إيه هيخليك مش في حاجة تضغط على حد تالت حاجة ضيف لحياتك أشياء جديدة لأنه لما تضيف لحياتك أشياء جديدة هتحس إن انت مش محتاج لتدوب في حبيبك ولا تحس إن انت عايز تمتلكهم عشان تملى الفراغ العاطف اللي موجود في قلبك بالعكس هتلاقي في مساحات كتيرة تقدر تعيش معاهم فيها لما حياتك تتسع هتلاقي ملاحظة غريبة أوي أوي وجدتها إن كل ما الناس حياتهم بتتسع المشترك بينهم بيكتر يعني كل ما الناس حياتهم بتتسع المشترك بينهم بيكتر وكل ما الناس حياتهم بتديق الفجوة بينهم بتكتر ليه طيب؟ ليه ربنا جعل السنة دي؟ عشان الناس لما بتتسع مش بس حياتهم اللي بتتسع قلوبهم اللي بتتسع إن هم يعيشوا مع الآخرين بسلام فبيسمحوا للآخرين إن هم يعبروا إليهم فيعيشوا مع بعض بسلام لكن لما حياتهم بتديق كل واحد لازم يقوم بإيه؟ يقوم بالبحث عن نفسه فساعات بيضطروا يرفض حد أو يبعدوا فعشان كده كل الدراسات بتقول إن كل ما الناس حياتهم بتتسع كل من المشترك بينهم بيحصل وكل ما حياتهم بتديق كل ما الفجوات والجفوات بتزيد طيب بتزيد ليه؟ لإن هم بيضطروا إن هم للأسف يدوروا على حاجة تشبعهم وتسد جوعهم العاطفي وده بيبقى صعب جدا وخطير فإحنا لازم نكون منتبهين لده جدا 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 كمان في حاجة مهمة جدا جدا ممكن نعملها عشان نقدر نحس بالسلام الخصوصية دايما ببساطة خالص حاول أنت تكون الكلام بتاعك محدد في التعامل مع الناس ما تخليش الكلام مفتوح دايما الكلام المفتوح بيخلي الناس الكلام اللي هو مالوش وجهة مالوش اتجاه لما تكون بتتكلم خلي كلامك محدد وخلي كلامك في موضوع محدد هل معنى كده أن انت ما تسمحش مع الناس بالمرح والمزاح اسمح بدا لكن في نفس الوقت خليك لما تتكلم تتكلم في موضوعات محددة ما تشيبش كلام مسترسل وما تتكلموش كتير في الأشياء الخاصة والحمد لله أن الرسول اللي علمنا أن احنا نمتنع عن الكلام عن الغيبة والنميمة عشان ما يبقاش فيه تعود اللسان وتعود الفكر على انتهاك الخصوصية وآخر حاجة ادعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يمنى قلبك بأنك انت ترى قربه قربه منك سبحانه وتعالى لأن انت لما يتمني قلبك أن انت تشوف قربك من الله سبحانه وتعالى هيتمني قلبك وما تكون في حالة من أجل حالات الاتزان وعتشوف نفسك محفوف بالاتزان وبسلام الخصوصية وممكن تناجي مولاك وتدعي وتقول يا مولاي أقسمت عليك بحنانك الذي عودتني عليه لما وهبتني قربك بغير حول مني ولا قوة أن تشرح صدري وترفع حجابي لكي أحيا حياتي أنواري قربك مني لما تدعو هذا الدعاء في الصباح والمساء تجد قلبك انشرح تجد نور في قلبك عن استنى منكم تحكونا تجاربكم عن سلام الخصوصية لأنه سلام عجيب وكل ما أنوار السلام الخصوصية بيزيد عيكون قلبك في حالة من قرب المولى وتحس بأن النور يملح حياتك بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم ونتلقى أسئلتكم مباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها تجاربكم مع كل أنواع السلام وخاصة سلام الخصوصية اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة وكمان بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت ونجاوب عليها ونبتدي مع أول سؤال معنا النهاردة مع أستاذة إيمان أستاذة إيمان السلام عليكم وفضلت الشيخ أهلا وسعلا عليكم السلام عليكم أنا كلمت حديثك من كم يوم وكان معي أبني بس أنا معارسة أتكلم هو مدمن طيب وبعدين معنا هقوله حديثة هو عنده 42 سنة طيب وملاده ومشين بقى لهم من 12 سنة ربنا يحميهم يا رب سنوية عم يعني محترمين جدا المهم إنه هو خارب الدنيا خارب الدنيا خاربها لدرجة إن أنا أنا عايز يعني يودسه يتعالج وخرج عال شهر كويس وبعد كده رجع للإزمان وللخرج من تاني طيب ولازم لما يتعالج ما يخرجش غير لما يكون قد تعافة تماما ولازم نبايده عن البيئة السماعي بس يا ويستاذ إيمان المساحة ودته فيها وصالفت عليك كير جدا مش لقيه لحال فانا لو فيها حن مع حضرتك حن طيب طيب بص حضرتك احنا عندنا دلوقتي مراكز عندنا في مراكز تابعة لمكافحة الإدمان لمركز مكافحة الإيمان فاللوقتي تابعة لوزارة التضامن ده بيقوم بجهود مهمة جدا 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 فحضرتك تواصلي معاهم وحضرتك قوليه اللي أنا من طرف البرنامج وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسر الأمور وأتكون كل حق الأمور كلها على خير إن شاء الله ولو في أي حاجة أنا تحت أمر حضرتك لكن لازم ابن حضرتك يروح عشان يتعافى لأنه ده الحل الوحيد بدل وصلنا إلى حد الإدمان لابد من التعافي قولا واحدا الأستاذة ملان منال تتفضل أستاذة ملان السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وحكاة تتفضل يا فانت أنا بس كنت عايزة حضرتك تدعي الإبني إبني أصلا يعني خريج كلية لستقريب وكان ارتبط عاطفيا بواحدة بنيلته سبعة سنين ولما جينا دخلنا في الجرد عشان نتقدم وكده الموضوع ما تم مش يعني كل شيء اسمه نصيب يعني فأنا كنت عايزة هو نفسيا تعبان الولد ده ولد متطوق جدا في الدمعة ومحبوب من كل الناس وهو طيب يعني ابني طيب قوي قوي فأنا بس عايزة حدك تدعيله تدعيله يعني ربنا يططب على قلبه ويستريح يعني ما يبقاش تعبان نفسيا اليومين دل تعبان نفسيا حاضر أنا أدعيله ربنا سبحانه وتعالى يجبر خطره وإن شاء الله ربنا يرايح باله ويشرح صدره ويجعله إن شاء الله من أهل الحكمة ويرى الخير ويرى النور ويرى البركة ويرى الراحة في أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر له ما به صلاحه وما به خيره وما به جماله وما به رحمته وما به لطفه إن شاء الله فربنا إن شاء الله يطيب خطره بس أنا عندي حاجتين لازم أقوله لهم بسي سيدي عشان بس تعرف الإصة إيه هي الإصة الارتباط ممكن يكون بين أوي 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 إن الارتباط ده حاجة مهمة جدا جدا عندك بس الارتباط كمان ده فصل من فصول المدرسة اللي احنا متعلم فيها الارتباط لو ما كانش يكون على قد الإنسان ممكن يخنقه وعشان كده إنت ربنا سبحانه وتعالى لما خلى الارتباط ده ما يتمش قد يكون ببساطة خالص إنت عايز تتعلم إنه يبقى فيه مسافات في الارتباط ده ده اللي احنا تكلمنا عنه في سلامة الخصوصية النهار ده ده أول حاجة تاني حاجة وده مهم جدا 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 أنت بلا شك عتندج وبيلا شك ممكن إحنا نحترم مشاعرك ونحترم كل اللي أنت فيه ده بس كمان جزء من احترامك لمشاعرك أن أنت تحترم كمان أن أنت إنسان ليك حياة ما اتحاولتش حياتك كلها إلى جملة من المشاعر أنت لازم تستمر في حياتك لازم تستمر في حياتك إذا كنت بتحتمر باقي مشاعرك يعني مشاعر الفرح ومشاعر الاحترام ومشاعر التأدير ومشاعر كمان الاهتمام كل ده لازم يكون محترم عندك مشعور بس واحد وشعور الشوء والمحبة لا فيه مشاعر كتيرة جدا جدا اللي لازم تحترمها لأن أنت حياتك مش هتكون بشعور واحد أنت حياتك هتكون بجملة من القيم حاول تفكر بس شوية وأن أنت محتاج أن أنت تحترم حياتك كلها على بعضها ومحدش من حقه أنه لا يهد حياتك ولا حد يقدر يهد حياتك لأن حياتك بيدي لله سبحانه وتعالى استمر وما توقفش عن العمل واستمر وكل ده هيدوب كل حاجة إذا مر عليها الوقت تتسع إلا الوجع إذا مر عليها الدي إذا مر عليها الوقت بالدي إذا كان الواحد مركز ومهتم بحياته السيدة مسلمة من الشرقية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلامة راحة تفضلتك يا دكتور فضل ونعم الحمد لله بس يا دكتور أنا كنت أعيز أحكي بس أن والدتي عامل عملية كبيرة في المخ يعني نعم وبعد العملية دي تفقطت القدرة على الحركة أنها لا تقدرش تروح للحمام تالي نعم فإنا بقى تلبس بامبرس نعم فهي يعني ما كنتشف صراحة كنت بيسيب فرد من فرود ربنا وأكتر من كده فإحنا كنت أعيزين نعرف هي عما تقولين فعجوز إن أنا أصالي وأنا لابس البامبرس بس هي تعمل إيه بها هي تتوضى لكل صلاة فقط نوضيها لكل صلاة مش قادرين نوضيها لكل صلاة مش قادر تتوضى لكل صلاة عاد تتيم وإيه اللي حاصل وتعمل كده وبعدين نغيرها نغيرها الكلام دوت إما كل صلاة لو كنا ما نقدر مش نقدر كل صلاتين ومع كل صلاتين ممكن تتوضى للصلاتين دولة تجمع بوضوء واحد بس عشان نخفف من عليها وتصلي كل الصلوات وملاش دعا بالكلام دوت لأنها ستعامل معاملة من عنده سلس ريحة أو سلس بول وعلى ذلك يكون الأمر بتاعها يبقى عندها حكتين إما إن هي بنقدر نغيرها كل صلاة إذا كان فيه أي شيء فنغير لها كل صلاة مش نقدر أو مش ده مش فتاح عاد تجمع ما بين الصلاتين وتصلي بهذا الوضوء كل ما فيها على ما قفت به الشيخ ليش لمن عنده سلس بول فهي تعمل كده وتعامل معاملة من عنده سلس بول وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمها وإن شاء الله يجمع لها بين تمام الأجل والعافية نعم أستاذ سمير من شمال سينة اتفضل أستاذ سمير سهلا أستاذ سمير سمع لكم أجل معك مع حضرتك اتفضل أستاذ سمير أنا كنت بس أنا رجل عندي تمانية وستين سنة شاب يعني بحب أقرأ في المصحف طيب وعندي باخد مدرات للبول عشان عندي ضعف في عضلة القلب طيب بنا يا حفاظ بنا أجمع لكم من تمام الأجل والعافية يا رب فده ما بيخلنيش أقدر أمسك على وضوءي عشان أمسك المصحف تمليه وأقرأ فهل لازم يعني أتوضع كل قراءة ممكن أمسك من غير متوضع أنت ده بتمسك المصحف ولا بتمسك الموبايل المصحف المصحف بص حاج بص حاج سمير المسألة سهلة خالص حط المصحف على حامل ووطلو بلسانك ما شئت ده لا اشترط فيه إن انت تكون متوضع يبقى خلاص حط المصحف على حامل كده وقلب بأي حاجة وإقرأ ما شئت وده لا يشترط فيه الوضوء خلاصي حاج سمير وإن شاء الله ربنا يجمع عليك للخيرة كله وإن شاء الله ويبارك لك ويجعل كل حرف بتقرأه رفع في درجاتك يا رب العالمين السيدة معامر من اسكندرية أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا معامر إزاي حضرتك الفضل ونعمل الحمد لله دايما يا رب علينا وعليه تفضلي لو سمحتش تزيد فضلك أنا معايا أختي أعيالها مهفترين تليفونات بناتي أنا دخلت في الموضوع على طول وبيهددونا يعني باللي هم إيه عامين يعني كلمة كده ولا كده فهل دين فأقاطع مع أسلة الرحم ولا يعني أقعد معاها أختي معاستها ولا أعمل إيه بالصدر طب معليش أنا عايز أتأكد بس إن أنا ما كنتش مستامة حضرتك بشكل كويس يبقى أختي ما لها أعيال أختي أعيال أختك ما لهم بقى مهكرين بناتي مهكرين يعني مهكرين التليفونات بتاع بناتك ليه بقى أخدين عليهم يعني إيه متكلمين كلمتين العيال مع بعضيهم كده فهي مهددة إنها تقول لأهلاء لأخوتها كده ولا حاجة أخوتها اللي هو أخوتها اللي هو أولادك يعني أه لا لأخوتها هي يعني أخوتها اللي هو خيلان الأولاد يعني آه 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 طيب الحياة دي هم ما قيلينش حاجة يعني وحشة بس إيه العيال يعني بتتفرد مع بعضيها كده طيب أنا أقولك حاجة يا حاجة معامل العيال دي هو أخبطوا بنواغهم في الحيط العيال دي المجرمة هما لو إن هما مهكرين التلفون دولة ده ارتكبوا والعياذ بالله جريمة وارتكبوا حرام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسه ولا تحسسه فأي أنا بقولكم هو أي حد بيهكر تلفون أي حد في غير الأمور التي تتعلق بأمن الناس أي حد بيهكر تلفون أي حد هو مجرم مجرم فاللي هم عملوا ده جريمة ولو طولوا تبلغ عنهم البوليس مسألة سهلة أي حد بيبتز أي حد لا يستجيب لي أي حد فيه حد بيبتزه ما يستجيبش الابتزازه ويوجه بكل عم المبتز شخص ضعيف وجبان فالحاليك بتقولي لي ايه على طول قولي لهم ان احنا عنبلغ البوليس عنكم طب راح وقالوا لإخوالهم عنبلغ البوليس برضو يعني هم لو راح قالوا برضو عنبلغ البوليس وأي حد يتكلم ان فيه حد هكر تليفون حد ففيه فلان ما يحسش بالخطأ ده فيه واحد عامل جريمة ويستدلب الجريمة دي على إقاع الناس والعزب الله وإفساد ذات البين فالراجل ده أصلا مرتكب لكبيرة فما ما تستجبلوش ولا تسمعي له كلام واضح الكلام يا معمر وإن شاء الله ربنا يحفظ بناتك وإن شاء الله يبعد عنهم كل شهر وإستاذة أسماء تتفضل السلام عليكم كل عام وإنت بخير وحضرتك بخير وبسلام يا فندي بقول لحضرتك أنا كنت مرضى نصيا وكنت كشفت قبل كده وتابعت يعني عشان خطر دكتورة الديني مهدئت وكده عشان كنت مرضى نصيا بعد كده ما قدرتش نتابع أكتر عشان خطر الضرف المادية وكده وبعد كده رح تدور على حاجة يعني أنا بحبها عشان خطر أقدر أطلع نصي من أنا فيه شوية فلقيت نصي أن أنا إيه بايت أحب أقرأ قصص وروايات وكده لقيت نصي في الحاجة داي لقيت نصي بايت أحبها كده قوي وبعد كده حاست أن أنا تثقفت شوية فيها فأنا بس طول الوقت عندي حاجة تقول لي لأ أنت الوقت ده أنت حرار أنت تبضل بداية عام أصلا كنت تقريب يقول أن أحسن لأ حاجة عن أي معصفة الحمد باع بالفضل من عند ربنا ربنا من علينا أن نحاول أن نحاول على المعصفية يبقى أندي سؤالك يا أستاذ أسماء هل أنا هل أنا حرام علي أن أنا أتمادى في قراءة القصص وأتمادى في الكتابة وأتمادى في ده ولا لا أولا بأقرأ وبكتب برضو يعني أنا بكتب بس أنا شرت حاجة لحاجة تانية سؤال التاني طيب سؤال لا أولاين ده السؤال التاني السؤال التاني وسؤال التاني أنا عندي أخت جوزي جوزها يعني كان بيتكلم كلما عزيضنا عندهم فكان بيتكلم وبيقول أحاديث غلط يعني أعمل يتكلم بيقول أحاديث غلط كده فأنا بطرت اللي نسترحل يعني مقدرتش أنا أنا صحة رديت عليه بيتقول الأحاديث ونأت بتقولها هذا غلط يعني أس PET صح فأنا أنا أخذ أتكلم معاه كده يجوز ولا لا يجوز أنتوا بتتكلموا لا يجوز ولا لا يجوز هجاوب على حضرتك فيه سؤال تاني يا أستاذ أسماء أزاك الله خير ربنا جزيك خير يا رب إسلامي الله يبرك في حضرتك بص يا أستاذ أسماء أول حاجة أن أنت تقرأي قصص وكده بدل من أنت تروح تقرأي القرآن و اقرأي ما يدفع عنك الوسواس ففعالي ما شئتي أن أنت تقرأي ما يدفع عنك ما يدفع عنك الاكتئاب افعالي ما شئتي اقرأي ما شئتي يعمر قلبك بالنور وبالفضل لكن مسألة أن أنت تتنقشي في صحة الأحاديث أو في ضعف الأحاديث ده يعملون المتخصصين أنت حضرتك مش من المتخصصين لو حضرتك سمعت حاجة حلية على الحاجة اللي أنت سمعتها ما تقوليش أنت تصح وده غلط ليه طيب لأن أنت لسه قيلة أنت ما عندكيش وقت تتذكر العلم الشرعي مش أنت قلت أنت بتاخد الوقت في الكتابة وفي قراءة القصص فأنت ما عندكيش وقت تتذكر العلم الشرعي فالصواب أن أنت تنشغلي بما أنت جيدة فيه أما مسألة المناقشة بقى في الأحاديث ده صحيح وده ضعيف فانسيبها للمتخصصين نعم أستاذ شيماء تتفضل أعلى سمع عليكم وعليكم السلام وعلى أعطى الله وبركاته تفضلي أستاذ شيماء الشيخ ما كنت عايزة أتأل بس عن حاجة هو رزق العيال مشترك ما بين الزوج وما بين الزوجة يعني مثلا لو الزوجة بتصلي وتصوم وبتكرق قرآن وبتحفظ قرآن والزوجة عكس كده تماما يعني ولا بيصوم رمضان ولا بيصلي وبينزل على جنابة يعني حاجات كثير وحشة تفهم قصدي يعني هو لو كده ممكن ربنا يمنع الخلفة بسبب كده يمنع ايه الخلفة اه يعني يعني انا بقالي سبع سنين متجوزة وانتو ما عندكمش أولاد خالص لا ما عندناش ما حصلش قبل كده طيب انا اجاب حضرتك يا أستاذ شيماء اللي حاصل ده اللي هو ان الإنسان يبقى عنده معصية ربنا ما يعقبش حد بزن بحد ولا تزيل وزيرة وزيرة أخرى لكن هي المسألة كلها ان قد يكون نقرأ المسألة بشكل آخر ان ربنا سبحانه وتعالى بيديكم فرصة ان انتو تصلحوا العلاقة لان هي المسألة كلها مش ان هو بس ما بيصلشوا وسوم ودي حرام لاتنين لكن الاهم من كده كمان ان انتو عشان تقدر يقدر يصلي وسوم ويكون مقبل على الله لازم هو من جوه يتغير لازم من جوه يتغير عشان يواظب ويقدر يصلي وسوم اكيد في حاجة عنده محتاجة تتعالج ويتبص عليها وتتشاف عشان انتو الاتنين تعيشوا في حياة سليمة وعشرة حسنة فانا شايف ان لازم يحصل كلام طويل بينكم ومسألة الخلفة دي ده بيد الله سبحانه وتعالى اذا كنتوا الاتنين ما عندكمش مشكلة عضوية فالمسألة مسألة بيد الله سبحانه وتعالى بس خلينا اقول لكم ان الحالة النفسية وعدم الراحة النفسية وعدم السلام النفسي بيأثر بلا شكة على مسألة الخلف فانا نصحتي ان انتو محتاجين ببساطة خالص ان انتو تكشفوا فاذا كشفتوا وما لقتوش حاجة يبقى انتو الاتنين محتاجين ان انتو تروحوا لحد ينصحكم ويا سلام لو جتونا على مركز الرشاد الزواجي نتكلم مع بعض نشوف ايه الحكاية وازاي انتو الاتنين يحصل توافق بينكم مع الاختلاف اللي واضح بينكم على مسائل التي تتعلق بمسائل القيم ومسائل الاقبال على الله السيدة محمد تتفضل سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام عليكم يا حكاتم يا سيدة محمد ربنا يبارك شيك يا رب ويديك الصحة ربنا يعزي حديكم ربنا يفرج عنك ويأتيجي بمدد من مددي ويفتح عليك ويوسع عليك يا رب يا رب ويخل أمة محمد جميعا يا رب ربنا يحفظ عليكم ويجعل أيامه بأحسن من أيامنا مئة مرة يا رب يا رب حجاء المصطفى يا رب يا رب ان شاء الله بالله عليك يا شيخ دعيني بالله عليك يا من المختارة قديمة الله أنا في شدة معلم الله ربنا اللهم لك الحمد على كل شيء الصراء والضراء ربنا يفرج عنك ويلهمك ان شاء الله رجدك وينزل عليك من غوثه ومن مدده ومن بركته ومن فتحه وتوفيقه وسداده وينعم عليك بالنعم الكبيرة العظيمة ويجعلك في خير حال أنت ومن تحبيني يا رب نعم السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام راح طلب بركاته ممكن بس أستاذن حضرتك أنا واحدة وصحبتي فتحين محل الملابس وبعدين إحنا الاثنين كنا عندنا قعدنا في فترة طويلة يعني خمس ست اثنين معوام وبعدين هي حدت تخرج من المحل الشركة وتاخد يعني الفلوس بتاعتها فأنا عشان أديها فلوسها لم كانت شي موجودة معايا فجبت قرد من البنك وديت لها فلوس وبعدين إحنا كنا إحنا إحنا الاثنين شركة كنا كل سنة بنعمل جرد وبنطلع كل سنة الزكا بتاعتنا على قصة رأس المال دلوقتي لما خرجت من المحل أنا طبعا بقيت مديونة للبنك وأنا برضو بطلع زكا الحمد لله بس مش بنفس النسبة اللي كنت بطلعها قبل جب فهلا أنا الزكا دلوقتي علي فرد ولا لما خلص القرد اللي عندي بس أنا من نفسي يعني أنا حابة أن أطلع زكا واللي بقدر عليه بحاول أعمله بس عايزة أعرف برضو لو هي فرد إن أنا أعمل جرد وأطلع كل المبلغ اللي علي عشان ما يبقاش عليها زند ولا ده عشان القرد اللي عليها واضح إن أنت بتشتغل في عروض التجارة يعني أنت عندك بضاعة وبتبيعية صح كده أه عندي بضاعة طيب وإنت عندك بضاعة وعندك قرد من البنك بتسديديه أيوه عندك أقصات حلة وأقصات مؤجلة صح؟ ويعتبر كله أصلا مؤجل أنا أصلا مبيع بالأفت كله لا 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 ما ليش دعوا بفلوسك أنت ما ليش دعوا بالفلوس اللي عندك ما ليش دعوا بالبضاعة أنا بتكلم على عصات البنك عصات البنك كلها كل شهر كل شهر فأنتي أتخصمي الأقصات الحلة من هذا تخصمي دينك وبعد كده تطلعي الزكاة يعني أنا كل شهر أشوف المبلغ اللي أنا بطلعه من البنك لا أنت دلوقتي البضاعة اللي عندك بطلعه بالسنة يعني كنت بتطلعي الزكاة بتاعتي كل سنة حاضر ما نعارف بتطلعي بالسنة بتحسيب البضاعة اللي عندك دي والأموال اللي عندك في السوق دي وبتحسيبيها وبطلع عليها 25 جنيه على كل ألف جنيه صح كده أيوه اللي هو 2.5% صح كده طيب هتخصمي إيه هتخصمي الدين اللي عليكي وبعد كده تطلعي من اللي يفضل بعد الدين أيوه إيه تطلعي بعد بعد ما اللي يفضل من الدين تطلعي 2.5% ماشي كده فالنفهوم تمام طب أنا أطلع بقى الدين كله ولا الدين سنوي اللي أنا بتطلعه مثلا الشهور بتاعي في السنة كلها بتطلعي الشهور بتاعتي السنة كلها آه يعني أحسي إن أنا مثلا هاتف عجل مش كم مش أنت بتدفعي زكاة بتدفعي زكاة عن السنة كلها يبقى تطلعي دين السنة كلها طيب ربنا يفتح عليك ويبارك فيك وإن شاء الله يوسع عليك يا بنتي وإن شاء الله ربنا يكرمك ويوسع عليك رزقك يا رب العالمين يا سادة نحن نارضة تكلمنا عن سلام الخصوصية وده سلام لما بيوجد في حيات الإنسان يحس إن حياته مليئة بالراحة مليئة باللطف الله سبحانه وتعالى مليئة بالمسافات اللي ممكن يضيف فيها حاجات كتيرة في حياته لكن الإنسان لما تذهب منه سلام الخصوصية يحس بخنقة ويحس بديء ويحس كمان بالانتهاك ويحس بعدم كرامه كونوا دايما سبب من أسباب كرامة أحبابكم وكونوا كمان سبب من أسباب يوسع عليهم أحلى حاجة في العلاقات إن كل واحد فينا يكون وسع على التاني كل ما لو واحد فينا يحس إن العلاقة فيها وسع كل ما يحس إن فيها سلام وتعالوا ندعي ربنا إنه يلهمنا سبحانه وتعالى إن احنا نكون سبب لسلام أحبابنا في علاقتنا ونقول يا سلام أقسمت عليك بحنانك الذي عودتني عليه لما وهبتني قربك بغير حول مني ولا قوة أن تشرح صدري وترفع حجبي لكي أحيى حياتي بأنوار قربك مني يا كريم يا معين أعني على أن أكون سعة في حيات أحبابي وأعنهم على أن يعونوا قلبي على أن يرى وسعك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا كريم يا أحياتي هي يشاهد transfer الأمر يا امرأة ترجمة نانسي قنقر